أنا بقعد أفكر وأقول يا رب يا رب هو الأراضي بتاعتنا مثلاً في الدلتة الجديدة دي اللي عنده الضبعة والحطة الحلوة دي اللي 2 و 2 من 10 مليون فدان دون هم مش دول طول عمرهم بتوعنا آه مش إحنا طول عمرنا عايشين على الأرض دي آه يعني إحنا مثلاً لو قلنا إحنا حضارة يزيد عمرها عن 8000 سنة آه يعني الأرض دي طول عمرها ملكنا بقالنا 8000 سنة إنسى 8000 سنة خشيلي على مصر الحديثة 1805 حتى هذه اللحظة هو ليه محدش فكر على الإطلاق على الإطلاق في زراعة منطقة في حتة اسمها الضبعة فيها مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ 2 و 2 من 10 مليون فدان ده توشكة بالمناسبة ومش هرجعك على كلمة توشكة قديمة عشان في الناس بتزعل سيبنا من توشكة قديمة واللي فضلت تقريباً تقريباً مش بالكامل تقريباً صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء وكان واحد من المشروعات التي تعتبر الفنكوش الأكبر في ماضينا القريب اللي ماينفعش إن ننسى ذلك لكن سيبنا من ده وهجيلك على توشكة بعد شوي السؤال هو حط نص الصورة أنا نديم ونص الصورة للحقول الرائعة دي شون تعرف لما الواحد بيتكلم يحب الناس تشوفوها شون أنا بشتغل في التلفزيون مش في الراديو سؤالي هو ليه بقى محدش زرع الـ 2.2 من 10 مليون فداني طب ليه محدش فكر في زراعة الـ 2.2 من 10 مليون فداني طب إزاي حد يجي يقول لي يا جماعة أصلاً كان هنجيب لهم ميا منين أه معرف أنت يا سيس فديد الديب كده أه 2.2 من 10 مليون فداني نجيب لهم ميا منين وما اللي أنا جيبت لهم ميا منين دلوقتي فالإجابة على ده بمنتهى البساطة مش في الدماغ بس أنا مش بقول لك مين كان حلو ولا مين كان وحش بس مش في الدماغ كلهم يغني على ليلا كل واحد يغني على ليلا ليس إلا الميا اللي جاية في نهر النيل هي هي يعني الـ 55 مليار متر مكعب اللي جايين هم هم لا زادوا متر ولا قالوا متر نشكر ربنا سبحانه وتعالى أولاً على ذلك ونشكر بالمناسبة الزعيم الراحل جمال عبد النصر اللي عمل السد العالي علشان يعمل لنا حماية مائية بس الميا هي هي الله طب ما ليه دا جايب الميا بتاعت الدلتة الجديدة منين جايب الميا بتاعت تشكة منين جايب الميا اللي في السينة منين جايب الميا اللي في الفرفرة منين إزاي يعني ولا حاجة بمنطقة البساطة الراجل قرر ففكر حلم ده بمنطقة حلم مش حلم يعني نام وحلم حلم كبير لبلد إنه أنا مش هقف أتفرج على البلد كده اللي نباد فيه نصحة فيه والنام تاني نفس المساحة الزراعية ومش بس كده ده عمالة بتقل وتضمحل وتتضاءل طب هنفضل كده لحد إمتى يعني هنفضل قاعدين سكتين على التعديات لإحنا مش هنسكت على التعديات هنوقف أدي واحد كان ممكن يكتفي الرئيس بالوقف أو بإيقاف التعديات على الأرض الزراعية وبس ونفضل عايشين باللي موجود وميت فل واربعتاشر طب ولما نعيش باللي موجود كان هيقضي مين يعني هيقضي 85 مليون ولا التسعين ولا الخمسة وتسعين ولا المية ولا المية وخمسة ولا ما شاء الله ما شاء الله المية وعشرة للموجودين استحالة فكان لازم تزيد الرقعة الزراعية ما نكتفيش بس بإيقاف التعديات فكان حلم لدى الرئيس فكر هو وناس استشارين الحكومة مجموعة ناس اللي بتفهم في القصة آه ينفع فندم فكان فيه إرادة حلم استشار بحث تفكير كتير وصلنا النتيجة إرادة اعمل ده على الأرض فبدأنا نعمل ده على الأرض تيجي تقول لي عملي يا دين النبي بمنتهى البساطة والأمر لله أولا هو منع عندك الجوع بمنتهى البساطة بقى عندك أمح وخضار وفكه إيه لأخير طب بس كده لا هو اللي لسه اللي جاي أكتر تاني تاني اللي جاي أكتر من كده لأن احنا لسه ما خلصناش كامل المساحة المراد زراعتها ده احنا بدأنا بس كده إيه مرحلة أولى آه مرحلة تانية لكن لسه ما خلصناش طب ده مثلا أنا أقولك هنا على حاجة واحدة بس لو احنا بنتكلم على منظومة الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحاصلات دي حاجة واحدة بس حاجة من ضمن آلاف القرارات اللي تم اتخاذها بلاش بلاش لما نيجي نقعد نقول والله ده احنا بنعمل مش عارف قانون عشان التصالحات أو كذا هو أنت متصور أنه مجرد قانون عشان يبقى فيه قوانين يعني يعني أنت متصور أنه مصر كانت أنت كعزيز المواطن أن مصر كانت محتاجة إلى منظومة للقوانين علشان تبقى قوانين محطوطة على الأرفف لا اتعاملت المنظومة دي بمنتهى البساطة لها منظومة القوانين بتاعة التصالحات والملكيات العقارية والتسجيلات اللي كنا لسه بنتكلم عليها مع الدكتور جبال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري عشان ايه أولا أنا بأمنك في ملكياتك اتنين بالتأكيد لما يبقى في عندي حاجة زي كده بقى نعرف صاروتي قد إيه وبقى عارف الضريبة اللي تستحق عليها قد إيه بالمناسبة في عقارات كتير جدا هتلاقي الضريبة بتاعتهم ضريبة العقارية بتاعتهم في الأي كلام لكن في ناس تانية عايشة في عقارات تمنها ملايين مش بقى عقار تمن وملايين وهو رجل موظف على قد الحال مثلا من ورس العقار ده عن جده هو العقار بملايين وهو الرجل اللي بيأس صاحب هذا العقار العقار بيكسب هو كمان ملايين في السنة يدفع بقى الضريبة بتاعته أم اللي يفضل قاعد حطت رجلي على رجلي يعني والدولة تقعد تتفرج آه ده على سبيل المثال أنا بقولك هنا حاجات بس بسيطة هو سيسي عمل ايه والحاجة هو طور بس الجيش بتاعك وزوده بأحدث التكنولوجيات وكمان أصبح يعني بيعمل على توطين صناعة الأسلحة في مصر ومش أي أسلحة بالمناسبة أسلحة من اللي قلبك يحبها أسلحة من اللي تعجبك يعني لو كنت غوي سلاحة واللوهم أشرف والناجي أشرف ده صاحبي أه بس سيسي عمل ايه ولا حاجة هو بس الراجل الحقيقة خد قرار عشان هو حلم لمصر بمستقبل عظيم ففكر وحواليه مجموعة وبعدين ياخد القرار عشان عنده إرادة فيبقى في حاجة اسمها شرق المتوسط ايه شرق المتوسط يعني ولا حاجة شوية غاز حلوين كده عملوك اكتفاق ذاتي من الغاز علشان حضرتك ما تتحطش تحت درس حد بس كده لا عشان يبقى في عندك طاقة تشغل المصانع وهي فين المصانع افتح حضرتك بس انت كده الموقع الرسمي بتاع الحكومة المصرية تعرف مصر فتحت كم مصنع من 2014 حتى هذه اللحظة فوق السبع تلاف مصنع بس انت مش عاوز تشوف انت بس عاوز تقعد كده على القهوة مع صحابك وتعمل نفسك الوادي المشاكس الشائي عامل ايه محدش بيقولك الرايس عمل جميلة ماشي لان لو انا قلت الرايس عمل فينا جميلة الرايس هيرد ويقول لا انا معملتش جميل ده واجبي نحية البلد انا متأكد ان لو قلنا كده الرايس هيرد الرد ده انا متأكد والله العظيم بس بمنطقة البساطة بقى فيه طاقة تشغل المصانع انا عارف ان دي مولا انت عايز الامح هجيب لك الامح انا جاينه في الايه خلاصلي عشي بفيه مصانع وعلشان اعرف اشغل المزارع دي هيا المزارع دي هتشتغل ازاي يعني بالكده بالبركة بركة ربنا موجودة مفيش خلاف لكن عشان اعرف هروي الماء الافتدادين دي عايز بقى البيفوت ده علشان خاطر اشغله يبقى لازم ما يبقى فيه طاقة تشغل البيفوت اللي هيرش مية وهنعمل مصانع الاسمدة ونعمل مصانع بتاعت المبيدات ونعمل مصانع التعبئة والتغليف والتجميد وتصنيع المواد الغذائية عشان اقدر اعمل قيمة مضافة على كل ما ازرعه ده على سمزة مش ده عايز طاقة هو مش انت عاوز يبقى فيه البلد فيها دولارات كفاية والجنيه يبقى عليه الايمة ما ده لك كنت بقولهولك بالمناسبة هو لو لا الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري والنعمة الشريفة لكانت دولار وصل لتلاتين جنيه مش مصدق خش على بلومبرج وشوف المقالات اللي اتنشرت على فينانشل تايمز مصر كانت على بيض قبل ما الرئيس عبدالفتاح السيسي ييجي كانت مصر على بيض بالتعبير الدرج ايام جيلنا على الحديدة على البلاطة مفيش ما تلاقيش روح تطلب اي حاجة مفيش اصدقائنا واشقائنا ساعدونا طبعا حصل طبعا حصل بس كنت اسهل حاجة ان احنا نتلقى هذه المساعدات ونروح نجيب بيها اي كلام فاضي ونفرحك كده وتبقى مبسوط وميت فل واربعتاش بس احنا ما جبناش بيها اي كلام فاضي الحقيقة احنا عملنا بيها منظومة انتاج عملنا بيها انتاج صناعي عملنا بيها انتاج زراعي عملنا بيها انتاج طاقة عملنا بيها طرق وكباري مش عاد بس سيادتك مع انك انت لو ركزت هتعرف ان الطرق وكباري دي في اي مدرسة اقتصادية في العالم اشتراكية كانت اوراق سمالية متوحشة بما فيهم ادم سميث المتوحش الطرق وكباري هي شاريين الاقتصاد عند اي مدرسة اقتصادية انا عايز اعرف انا لو بنيت مصنع من غير طريق وكبري هوصل المنتج ازاي لي؟ الله؟ هجيب له خامس ازاي؟ الله؟ طب والعامل العظيم هيوصل ازاي؟ بالايه؟ هيسقف يخش المصنع؟ وبعدين نسقف تاني المنتج يطلع من المصنع يخش المحلات؟ ما هو لازم طريقه كبار؟ طب هي الطرق الكباري دي؟ مش شجعت الناس انها يبقى عندها نشاط اقتصادي حوالين هذه الطرق؟ طبيعي ما ليه اسمها شاريين الاقتصاد ليه؟ طب مش احنا قبل ما نفتي نقررنا ان شاء الله كتاب واحد كده في الاقتصاد يقولك يعني ايه هي الطرق الكباري بتعمليه في الاقتصاديات في العالم؟ يا ترى هو ليه امريكا عملت كده سنة 29 وسنة 30 بعد الازمة الاقتصادية العالمية لضربت الدنيا كلها ليه الولايات المتحدة الامريكية اصبحت اقوى اقتصاد في العالم لازماب عدة من ضمنها بالمناسبة منظومة الطرق الكباري اللي اتعملت في امريكا للقضاء على البطالة ده على سبيل مساء يقولك بس دي الحقيقة بتخلق فرصة عمل خمس سنوات وهذه ليست فرصة العمل المستدامة لا هي مستدامة بس بشكل غير مباشر علشان باشا حضرتك المشروع اه ممكن يبقى فرصة العمل فيه مدتها خمس ست سبع سنين بس بنخلص مشروع بنروح داخلين في التاني وفي التالت وفي الرابع بس المشكلة انا ما عنديش مشروع ده انا عندي مشروعات كتير جدا جدا فانا مشغل قطاع ضخم جدا وبيخلص مشروع يخش في التاني والتالت ورابع طول وقت عمل بتفتح في حاجات نفتح في حاجات فالناس قعدة شغالة فايوة اخويا العامل اللي بيشتغل في هذه المشروعات البنيوية او في المشروعات العقرية هيفضل يشتغل بعون الله سبحانه وتعالى للعشرين والخمسة والعشرين سنة وكأنها بفوصة عمل مستدامة عادية جدا طب هي المسألة بس كده طب يا جماعة الصناعات المغزيل ده يعني انا لما باجي بعمل طرق وكباري وبيوت ومدن وحاجات زي كده مش في حاجة اسمها مصانع حديد اه يعني مصنع وانتاج مش في حاجة اسمها مصانع اسمات ايو يعني مصنع وانتاج مش في حاجة اسمها مصانع طوب ايو يعني مصنع وانتاج وحاجة اسمها مصانع سراميكي يعني مصنع وانتاج وحاجة اسمها مصانع مواسير كهرباء ايو يعني مصنع وانتاج ومواسير ماء يعني مصنع وانتاج وقالات علشان الضخ وقالات علشان توليد الكهرباء ومولدات وترمبات حدوتة كبيرة جدا جاي لك قلب منين تقول عمل ايه بمنتقى البساطة عمل من 2014 لسنة 22 في 8 سنين اكبر في الحجم في الحجم واكبر في التأثير من اللي اتعامل من 1805 لحد 2014 تيجي تقولي بقى ده انت كده نصريين هيزعالوا اللهم حققوا علي بس انا مقدرش اجامل مقدرش هتحكي على نفسي انا قمي نصرية عتيدة يعني لما هنقعد نتنقش هتقولي مفيش حد عمل اللي عمله عبد الناصر قوليها بصراحة فيه فيه مش بس الحجم الاقتصادي اللي عمله رئيس السيسي اكبر من اللي عمله محمد علي واكبر من اللي عمله جمال عبد الناصر رحمة الله عليه يا رب لا ده اوقع واكثر واوسع تأثيرا على المجتمع المصري يا راجل افتكر حياة كريمة يا مؤمن ستين مليون بني آدم هيشربوا مياه نظيفة انت مكنتش حاسس بالكلام ده تقاعد باشا تفرج عالتلفزيون فتح مروحة فتح تكييف عمال مبسوط بالمسلسلات واخر جمال وبتاكل في السندويتش والحاجة عظمة بس مش عارف ان ليك قريب موجود في القرياف ما كانش بيشرب مياه لو انت شفت لونها هتفلق جري تقاعد في الضلمة عشان مفيش كهرباء الشتاء بينزل عليه عشان مفيش سقف يا راجل ستين مليون بني آدم حياتهم ما تتغير لما العالم كله يقول حياة كريمة أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم فتيجي تقولي السيسي عمل ايه يا دين النبي على الجحود ما هي جحود يا عدم فهم عدم فهم قديني بحاول أشرح لسياتك جحود يبقى معاك ربنا طب الأمح يا راجل انت كنت بتستورد تقريبا سبعين في المية من احتياجاتك النهاردة بقيت بتزرع أمح وبتغطي جانب كبير جدا من احتياجك النهاردة بقيت عندك صوامع قادرة على تخزين الأمح حضرتك انتجك المحلي انتجك المحلي يخليك عايش من غير أمح لحد آخر السنة تقريبا انتجك المحلي مصر عمرها مش هقولي عمرها طبعا عشان سيبك من أيام مصر سلة الغزاء ومش عارف ما زارع القمح الكبرى الامبراطورية الرومانية تاني بتكلم على حاجة ساعة 1500 قبل الميلاد سيبك من ده بتكلمك في العصر الحديث احنا كنا حالتنا قرب انا هرجعك لمشاهد طوابير الأمحة 2009 لما كانت الناس بتتغز في الطوابير يغزوا بعض بالمطاوي عشان خطر ياخدوا رغيف العيش مردى حضرتك زي الفل باشا تقدم الكارت تاخد عيشك تروح ميت فل و14 في انت بور العيش اختفى سيسي عمل ايه تشكل ما كانش فيها حاجة تقريبا يعني النظر القليل بقت واحة غناء لزراعة القمح مصر رجعت تحتفل بمواسم الحصاد والأمح الليلة لليل تعيده بجد تبقيت انت بتمتلك لقمة عيشك يا أخي منظومة زراعة وتوريد القمح عشرين اتنين وعشرين يا مولانا يا محترم معدل انتاج غير مسبوق في تاريخ مصر تفرف انشاء الصوامع دعم للمزارع وحوافز للتوريد